في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة الصغار المزارعين والمربين أكد رئيس مركز البحوث الزراعية محمد سليمان أنه تم تنظيم قافلة بيطرية بالتعاون بين المعهد والهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة في مدرية الطب البطري بلمينيا في الفترة من السادس عشر وحتى الحادي والعشرين من أكتوبر في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقد لاقت القافلة إقبالا كبيرا من صغار المربين وتم فحص علاج أكثر من 5400 رأس ماشية لدى أكثر من 2500 مستفيد